السلام عليكم ورحمة الله معكم عبدالله الحمال هذه الحلقة الأولى من سلسلة العقار خير قرار بداية لماذا نشتري عقار في تركيا؟ أولا لماذا العقار؟ العقار يمنح الفرد والأسرة شعورا بالاستقرار شراء العقار أصبح ضرورة وحاجة للأسر وليس من مكملات الحياة إضافة إلى أن تجارة العقارات والاستثمار العقاري متاح لكل فئات المجتمع وليس حكرا على المحترفين وتجار العقارات تجارة العقارات تعطي الفرد دخلا جيدا وأرباح معقول من الاستثمار العقاري ثانيا لماذا في تركيا؟ يعتبر الاقتصاد التركي من أسرع الاقتصادات العالمية نموان في السنوات السابقة جذب الاقتصاد التركي أكثر من 20 مليار دولار سنويا إضافة إلى أن تأسيس وحدة دعم المستثمرين وتشجيع الاستثمار عام 2007 كان له ذور ريادي في تشجيع المستثمرين وتسهيل أعمال الاستثمار في تركيا ويعاد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الاستثمارية نموان وازدهارا حيث شكلت المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري ومشاريع البلد التحتية قيمة تزيد عن 400 مليار دولار في السنوات العشر الماضية بالرغم من ذلك هل تصدقون أن حاجة السوق التركية إلى الوحدات السكنية الآن تزيد عن مليونين وخمسمائة ألف واحدة سكنية؟ أيضا فإن زيادة دخل الفرد التركي زاد من إقباله على تملك العقارات التسهيلات الضريبية والإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب ساهمت في جذب هذه الاستثمارات إلى تركيا وبخاصة في القطاع العقاري هذا والموقع الاستراتيجي لتركيا ومناخها الخلاب يجعل من تملك العقار فيها خير قرار أما كيف تشتري عقار في تركيا ففي الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة